ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر مع وفد وزارة الصحة العمانية برأسة مدير الخدمات الصحية بمحافظة الضفار خالد المشيخي ناقش احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة وثمن نيمر جهود الأشقاء في سلطنة عمان ودعمهم السخي للقطاع الصحي بالمحافظة والتعاون في استقبال الحالات ودعم وتشغيل مستشفى حوف وقابوس في شحن شيرا إلى أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد وحالة النزوح إلى المهرة التي أثرت على الخدمات الصحية بالمحافظة موضحا بأن التدخلات المقدمة من السعودية وعمان والمنظمات الدولية ساهمت في تحزين الخدمات والوضع الصحي فيما أوضح رئيس الوفد العماني أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع وتعرف عن قرب على المؤسسات والخدمات الصحية والاحتياجات مؤكدا حصى سلطنة عمان على تغديم الدعم والمساندة في المجال الصحي للمحافظة وتفقد نيمر ومعه الوفد العماني على الخدمات المقدمة في مستشفى القيضة المركزي مستمعين إلى شرح عن الأغسام العاملة في المستشفى وأبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المستشفى مستشفى 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 مستشفى